موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثامن ورحبكم بحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم بعنوان صفات الصور المتكونة في العدسات من الوحدة التعلمية الثالثة انعكاس وانكسار الضوء أعزائي الطلبة ولمعرفة صفات الصور المتكونة في العدسات وتحديدها من خلال الرسم لابد بداية من المراجعة واستذكار بعض النقاط المهمة اللي راح تساعدني في حلقتنا لليوم ومن هذه النقاط المهمة بداية ما هو الانكسار وما هي الشروط لحدوثه الانكسار هو تغيير لمسار الضوء عند انتقاله ما بين وسطين شفافين ومختلفين في الكثافة الضوئية نلاحظ من خلال المفهوم أنه تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها لحدوث الانكسار الشرط الأول أن يكون هناك وسطين شفافين الشرط الثاني أن يكون مختلفين في الكثافة الضوئية النقطة الثانية هناك نوعي من العدسات عدسة محدبة وعدسة مقعرة ويتم رسفهم بهذا الشكل النقطة الثالثة اللي راح يهمني في حلقتنا لليوم نستذكرها مع بعض أجزاء العدسة وهم خمس أجزاء V أحسنتم المركز البصري F كابيتل ممتاز البؤرة C مركز التكور F أحسنتم البعد البؤري و أخيراً R نصف قطر التكور بالنسبة لنوع البؤرة هناك نوعين من البؤرة بؤرة حقيقية و البؤرة تقديرية العدسة المحدبة دائماً بؤرتات حقيقية والسبب لأها ناتجة من تلاقي الأشعاء المنكسرة في نقطة هذه النقطة تسمى البؤرة بينما العدسة المقعرة دائماً بؤرتها تقديرية والسبب 궁금 handy الاشعاء من تلاقي امتدادات الأشعاء في نقطة هذه النقطة تسمى البؤرة التقديرية البعض منكم أعزائي الطلبة يستصعب عملية الرسم ولكن لو نلتفت ونركز على الأساسيات في الرسم سنحصل في النهاية على رسمة متقنة والحصول على صورة كاملة بكافة المقاييس فما هي أساسيات الرسم؟ بداية المحور الأفقي، الخط الأفقي مثل ما أنتم تلاحظون أمامكم بالشاشة هو الذي يعبر عن المحور الأساسي والخط الرأسي مثل ما هو موضح هو الذي يوضح أو يعبر عن العدسة وعدستنا في هذا المثال عدسة محدبة والسبب اتجاه الأسهم في الأطراف نقطة التقاء الخطين يسمى بالمركز البصري ويرمز له بالرمز B أما الآن لتعيين البؤرة دائماً وننتبه لهذه النقطة عزائي الطلبة دائماً نركز بأخذ أبعاد معينة ولتكن واحد سنتيمتر ما هو السبب في التركيز على هذا البعد؟ لأنه سيتم تكراره في تعيين وتحديد بقية الأجزاء في الرسمة ولتكن في هذا المثال المسافة واحد سنتيمتر إذن هنا تتعين البؤرة بنفس الطريقة بنفس البعد اللي أخذت في البداية واحد سنتيمتر من البؤرة يتم تعيين C مركز التكور ولأني أتعامل مع عدسة والعدسة جسم شفاف إذن سيتم تكرار نفس الخطوات السابقة ولكن في الجهة المقابلة بينما المسافة ما بين V مركز البصري وC هذه المسافة تعبر عنها نصف قطر التكور والذي يرمز له بالرمز R أما الآن لتعيين الجسم ورسمة دائماً السهم هو الذي يعبر عن الجسم ولتعيينه ورسمة مثل ما ذكرنا دائماً نبتدي من المحور الأساسي ونرتفع إلى أعلى ودائماً نركز أن رأس السهم يكون إلى أعلى أما الآن أعزائي الطلبة سجلوا ودونوا هذه الملاحظة لأهميتها في حلقتنا اليوم أثناء استرسالنا في حلقتنا اليوم والرسم دائماً أعزائي الطلبة أثناء الرسم نسقط من رأس الجسم من رأس السهم شعاعين دائماً في كل حالات الرسم هناك يتم رسم شعاعين الشعاع الأول يتم رسمه موازي للمحور الأساسي ثم ينكسر مارة في البؤرة بينما الشعاع الثاني دائماً يتم رسمه من رأس السهم للجسم ويمر في المركز البصري الذي يرمز له بالرمز V بعد تعيين أجزاء العدسة والتأكيد منه ننتقل الآن إلى تعيين صفات الصور المتكونة لهذه العدسة وصفات الصور المتكونة في العدسة تعتمد وتختلف باختلاف موضع الجسم بالنسبة للعدسة قد يكون الجسم أبعد من مركز التكور مثل ما هو موضح أمامكم بالشاشة قد يكون على مركز التكور قد يكون بين الأف والسي قد يكون على البؤرة قد يكون على أقل من البعد البؤري على مسافة أقل من البعد البؤري إذن هناك اختلاف لموضع الجسم حسب اختلاف لموضع الجسم بالمقابل يعطيني صفات مختلفة للصور لنبدأ بداية مع أول حالة من حالات الرسم وهو إذا كان الجسم أبعد من مركز التكور أول خطوة أعزائي الطلبة ونركز على هذه الملاحظة أول خطوة أضع الجسم في المكان المطلوب المكان المطلوب هنا في السؤال أبعد من مركز التكور وضعته مثل ما هو أمامنا بالشاشة وضعته أبعد من السي الخطوة الثانية استذكر الملاحظة المهمة اللي تم تسجيلها وتدوينها وهي أثناء الرسم دائما نسقط شعاعين الأول موازل المحور عفوا مثل هذا الشكل ولا ننسى اتجاه السهم اللي بالمنتصف الموضح باللون الأصفر دائما لا ننسى هذا السهم ثم ينكسر مارا في البؤرة بهذا الشكل انتهيت من الشعاع الأول ننتقل إلى الشعاع الثاني دائما يتم رسمه من رأس الجسم للسهم ويمر في المركز البصري نقطة التقاء الشعاعين هو الذي يمثل رأس السهم للصورة ما هي صفات الصورة مثل ما هو موضح أمامكم بالشاشة من صفات الصورة حقيقية مقلوبة انقارنها بالجسم ومصغرة حجمها أصغر من الجسم وتقع ما بين السي والأف ننتقل إلى الحالة الثانية بنفس الخطوات وبنفس طريقة الحل نكرر نفس الخطوات الحالة الثانية نستذكر ما هي الخطوة الأولى للحل أحسنتم ممتازين يتم وضع الجسم في المكان المطلوب ما هو المكان المطلوب عندي في السؤال في مركز التكور وضعته الخطوة الثانية أستذكر الملاحظة والتي تعبر عنه يتم رسم شعاع موازن المحور بهذا الشكل ثم ينكسر ماراً بالبؤرة بنفس الخطوات الخطوات تتكرر الشعاع الثاني من رأس السهم للجسم ويمر في المركز البصري نقطة التقاء السهمين تمثل رأس السهم للصورة وصفات الصورة هي حقيقية مقلوبة مساوية للجسم نفس حجم الجسم وتقع عنده مركز التكور أما الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة بنفس الخطوات بنفس الطريقة الخطوة الأولى عفواً هي أضع الجسم في المكان المطلوب المكان المطلوب في السؤال بين البؤرة ومركز التكور وضعته الخطوة الثانية أستذكر الملاحظة وهي الشعاع الأول يتم رسمه موازن المحور ثم ينكسر ماراً في البؤرة بنفس الطريقة الشعاع الثاني في الملاحظة ماذا يقول يتم رسم الشعاع من رأس الجسم ويمر في المركز البصري نقطة التقاء الشعاعين هو رأس السهم للصورة وصفات الصورة المتكونة في هذه الحالة مكبرة ومن الواضح أنها مكبرة حقيقية ومقلوبة وتقع أبعد من مركز التكور أما الآن نركز في هذه الحالة أعزائي الطلبة بنفس الطريقة الخطوة الأولى أضع الجسم في المكان المطلوب المكان المطلوب على البؤرة ومن ثم يتم إسقاط شعاعين الشعاع الأول موازن المحور بهذا الشكل ثم ينكسر ماراً في البورة بنفس الطريقة الشعاع الثاني يتم رسمه من رأس الجسم ثم يمر في المركز البصري نلاحظ أعزائي الطلبة هل الشعاعين التقوا في نقطة؟ لم يلتقوا في نقطة ولكن السؤال هو هل معنى ذلك أنه لم تتكون عندي صورة؟ إذن ستتكون عندي صورة ولكن في ما لا نهاية ستكون مكبرة جداً وفي ما لا نهاية ننتقل إلى الحال الأخيرة من حالات صفات الصور المتكونة في العدسة المحدبة بنفس الطريقة وبنفس الخطوات يتم وضع الجسم في المكان المطلوب ثم أستذكر الملاحظة المهمة التي ستسهل عليه الرسم وهو رسم شعاعين الشعاع الأول موازن المحور ثم ينكسر ماراً في البؤرة ونركز في هذه الحالة أعزائي الطلبة والشعاع الثاني يتم رسمه من رأس الجسم من رأس السهم للجسم ويمر في المركز البصري نلاحظ هنا في هذه الحالة هل الشعاعين التقوا؟ لم يلتقوا ولكن لو تم رسم امتداد للشعاع الأول وامتداد للشعاع الثاني نلاحظ أن امتداد الأشعاع هي التي التقت في نقطة ونقطة التقاء امتدادات الأشعاع هي التي تعبر عن رأس السهم للصورة وصفات الصورة هي تقديرية والسبب أنها ناتجة من تلاقي امتدادات الأشعاع الملكسرة معتدلة ليست مقلوبة مكبرة مثل ما هو موضح أمامكم وتقع بجهة الجسم بين البؤرة ومركز التكور أما الآن نصل إلى هذه الملاحظة وهذا التنويه المهم أعزائي الطلبة نركز على هذه النقطة صفات الصور المتكونة في العدسة المحدبة كانت تختلف وتعتمد حسب موضع الجسم بالنسبة للعدسة بينما العدسة المقعرة لها حالة واحدة فقط مهما اختلف موقع أو بعد الجسم عن العدسة مهما وضعت في أي موضع الجسم على المحور الأساسي ما رح يفرق معي لن رح يطيني نفس صفات الصور المتكونة في العدسة نأخذ مثال توضيحي صفات الصور المتكونة في العدسة المقعرة الخطوة الأولى للرسم مثل ما ذكرنا وتعودنا أن نضع الجسم في المكان المطلوب هل السؤال طلب مني أني أضعه في مكان مطلوب مكان معين ما هو السبب مثل ما ذكرنا لأنني أتعامل مع عدسة مقعرة والعدسة المقعرة مهما اختلف موقع الجسم بالمقابل يعطيني نفس صفات الصورة وليكن الجسم تم وضعه بين البؤرة ومركز التكور بهذا المكان نستذكر الخطوة الثانية الملاحظة المهمة وهي رسم خط موازي شعاع موازي للمحور الأساسي ومن ثم ينكسر مارا في البؤرة ما هو السبب في رسم الشعاع المنكسر إلى أعلى ولم يتم رسمه مثل ما تعودنا إلى الأسفل مارا في البؤرة والسبب هو أني أتعامل مع عدسة مقعرة أرد وذكر والعدسة المقعرة هي عدسة مشتتة مفرقة للأشعة فسأضطر عند الرسم برسم الشعاع بهذه الطريقة منكسر إلى أعلى ولكن بنفس الوقت أنا لازم أحقق الشرط الأول في الملاحظة لتم تسجيلها أنه لابد أن يمر في البؤرة ما هي الطريقة؟ بالضبط أحسنتم أمتداده والذي سيمر في البؤرة بهذه الطريقة الشعاع الثاني من نفس الطريقة من رأس الجسم ويتم مروره في المركز البصري نقطة التقاء الشعاعين هو رأس السهم للصورة وصفات الصورة تقديرية معتدلة مصغرة مثل ما هو واضح تماماً تقع بين البؤرة والمركز البصري إلى هنا نكون قد انتهينا من المفاهيم الأساسية في حلقتنا اليوم والمتبقي هو المراجعة لهذه المفاهيم من خلال أسئلة التقويم والسؤال الأول علم لما يلي تعليلاً علمياً سليماً رقم واحد تستخدم العدسة المحدبة دائماً في صناعة المجهر البسيط ما هو السبب عزائي الطلبة؟ نستذكر وظيفة العدسة المحدبة لأنها تجمع الأشعة الضوئية الصاقطة عليها السؤال الثاني صح أم خطأ؟ مع ذكر السبب من صفات الصور المتكونة في العدسة المقعرة تقديرية معتدلة مكبرة وتقع أمام العدسة دائماً من يساعدني في الحل؟ بالضبط الإجابة خاطئة والسبب من صفات الصور المتكونة في العدسة المقعرة مصغرة مثل ما لاحظنا في المثال السابق وفي الختام أعزائي الطلبة تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق إلى أن أراكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر